أنابى حضرة صاحب الجلالة الملك حامر بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حامر الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور حفل الجاليات الأجنبية هذه هي البحرينة حيث نقل سموه تحياته وتقدير جلالته إلى الجاليات الأجنبية والمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه جمعية الجاليات الأجنبية بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك والعيد الوطني المجيد واعتزاز جلالته بالدور الكبير الذي قامت به الجاليات الأجنبية في نهضة البحرين وعمرانها جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ ناصر بن حامر الخليفة لفعاليات الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة والذي نظمته جمعية الجاليات الأجنبية واجتمل الحفل على العديد من الفقرات التي بيّنت مدى حب الجاليات الأجنبية لمملكة البحرين ورفع سموه من خلال الاحتفال تهانيه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه قائد نهضة المملكة التي عاشت المملكة في عهد جلالته الزاهر تطورا ملحوظا في مختلف المجالات مؤكدا أن مملكة البحرين وما تشهدها من نهضة تنموية كبيرة جاءت برؤية القيادة الرشيدة وبسواعد أبناء مملكة البحرين والجاليات من مختلف الجنسيات معربا عن اعتزاز المملكة بالجاليات الأجنبية والتي تساهم في مسيرة البناء والنهضة وأشار سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن جمعية الجاليات تلعب دورا كبيرا في دعم عملهم وتوعيتهم للانخراط وتوثيق العمل بالمجتمع البحرني المنفتح مشيرا سموه إلى اهتمام المملكة بكل ما من شأنه دعم الجاليات الأجنبية وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تسخير قدراتهم في عملية البناء والتنمية والاستفادة من خبراتهم المتعددة التي تعود بالنفع على الوطن وأضاف سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رعاية البحرين للجاليات عكست ما اتمتع به المملكة من إنسانية ومسؤولية تجاه كل من يعيش على أرض البحرين وجسدت ما درجت عليه البحرين من سمات تاريخية بأنها مجتمع منفتح ومتعدد الثقافات ويتميز بالتنوع الإنساني والحضري في ظل التعايش مع جميع الجاليات التي تواجدت في البحرين منذ زمن طويل وكانت السمة الغالبة في المجتمع التعارف والتعايش معهم من جانبها قدمت بيتسي ماستيسون أمين عام جمعية اتحاد الجاليات الأجنبية باسمها ونيابة عن الجاليات الأجنبية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الكبيرة مشيرة إلى أن ما تشهده المملكة من تطور ونماء جاء بفضل الرؤية الحكيمة من قبل جلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة مشيرة بحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حضور المهرجان والالتقاء بمختلف الجاليات الأجنبية التي أبدت حبها للمملكة وحرصها على المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها في مختلف القطاعة وأضافت ماستيسون أن الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين قامت بتنظيم هذه الفعالية لتقول للعالم أن الجميع يحتفل بالعيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك تقديرا وعرفانا للبحرين وقيادته الرشيدة وشعبها المحب للتعايش مع الجاليات الأجنبية مؤكدة أن الجاليات الأجنبية مصممة على مواصلة عملها مع قيادة البحرين وشعبها في سبيل مواصلة التنمية في مختلف قطاعاتها كما أشارت أن مملكة البحرين نموذج للبلد المتقدم والحديث الذي ينعم بأجواء الديمقراطية والحرية ويتيح للجميع التعايش والتسامح مشيرة إلى حرص الاتحاد بالمضي في دعم مملكة البحرين التي كانت ولا زالت المكان المناسب لتحقيق التعايش والتسامح بين جميع الجاليات في المملكة موسيقى 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 في خمس ثوان لماذا جلات الملك يعمل هذا للجاليات اللي في البحرين طبعا لأن الدقيقة اللي يوصلون فيها للبحرين هم يحسون أنهم بحرينيين ونحن نعملهم كبحرينيين فحقوقهم وهذه العمل اللي يقوم بجلات الملك أنه يحتضنهم كلهم كبحرينيين لهم حقوقهم الكاملة هذا شيء نادر وممتواجد في دول العالم وانتمنى أن نحن نشوف هذا حاصل بين جميع الدول الحمد لله على كل حال كل أعمال وكل مبادرات جلات الملك واصلة للعالم واسمها كبير ويحتذابها بجميع الدول وتدرس من جميع الدول حتى الكبار ما أجمل تلك اللحظات التي نعبر فيها عن حبنا وشكرنا وامتناننا لتلك الأرض التي جمعت كل أطياف الأديان والجاليات الأجنبية والعربية تلك الأرض التي احتضلت المواطن والمقيم والزائر بكل حب فما كان اليوم إلا أن يجتمع كل من يعيش على أرض مملكة البحرين ليعبروا عن حبهم لها وولائهم وشكرهم لجلالة الملك المفدى الذي احتضل الجميع بإنسانيته نحن مرحباً لتكون هناك اليوم في بحرين يجب أن يتنوى بحرين في بحرين وقدمت نموذج الكل يفتخر فيه والكل يعتز فيه ونموذج يحتذى في التعايش والتعددية والتنوع الفكري والثقافي والمذهبي فعالية هذه البحرين اختارت شهر ديسمبر لتشارك البحرين أفرحها ولترفرف فرحة الجاليات الأجنبية مع أعلام المملكة عاليا مبتهجة بأعياد ميلادها المجيدة احنا طبعا سعادية جدا بوجودنا في الاحتفال بالعياد الوطنية ودائما ديبقى حولهم في زيادة وفي تقدم في ظل جلالة الملك الصورة كانت أبلغ تعبير عما تكنه الجاليات والفعاليات الأجنبية من حب للمملكة ولمليكها ولشعبها والكلمات مهما تحدثت لا توفي البحرين حقها وهي من تعايش الجميع على أرضها في ظل الإنسانية منذ الأزل ولم يفرقهم الدين أو المذهب يوما فعاليات هذه البحرين اختارت اليوم لتجمع كل من يعيش على أرض مملكة البحرين ليعبروا عن حبهم واحتفالهم بعيادها المجيدة وليعبروا أيضا عن شكرهم لجلالة الملك المفدة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر